السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين لنا أتمنى أن تنال كل التفسيرات الخاصة بنا على إعجابكم سأقدم إليكم اليوم الرموز التي تدل على الشفاء في المنام من كان يعاني من مرض أو علة وطال به الألم فأن هذه الرموز التي يراها في منامه تدل على قرب شفاءه بإذن الله والله وحده هو الشافي وهو علام الغيوب فتابع معنا فمن أبرز الرموز المشيرة إلى الشفاء والتخلص من الأمراض والهموم أولاً قتل الحاوانات المفترسة أو الحشرات الضرة خروج الدم من جسد المرأة خروج سوائل غريبة من الجسم رؤية صعود الجبل في المنام رؤية خروج السوائل البيضاء من الفم أو الاسترجاع أو التقيق الهروب من شخص كان يلحق بك ويرغب في قتلك قراءة القرآن أو آية الكرسي في المنام تناول زيت الزيتون في المنام شرب ماء زمزم أو الإغتسال بها قتل القطة والسعابين في المنام تناول الحبة السوداء أو العسل الأبيض مشاهدة أشعة الشمس في المنام الإغتسال بالماء البارد أو مياه البحر في المنام الحلم بشخص تشتعل به النيران ومن رموز الشفاء التي ذكرها ابن سيرين أن الشخص الذي يعاني من ألم في البطن مثل الإسهال إذا شاهد وكأن أحد ضربه على رأسه ولم يرى من يضربه فسوف يشفى تقريبا إن شاء الله ومن الأحلام التي تدل على الحسد مشاهدة بئر أو عين أو أشخاص ينظرون إليك بمكر وخبص شديد وهذه كل الرموز التي يراها الحالم في منامه وكان يعاني من علة أو مرض ما فهذه الرؤى مبشرة له بإذن الله بشفاءه القريب وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء